نحن في التصارع إلا عندي حالة حركة منحنية يعني كيكون مصرر هكذا مثلا في هذه الحالة تكون التصارع مختلف تكون عند الجوش ديال المركبة تكون عندي واحد النقطة ولا واحد الجاهية كما تكون مركز القصور على الاسم تكون عندي واحد تصارع كنسميه هنا قطي وعلى أخرى يتسمى AN متعامدين دو بنتهم AN بحيث أن هذا هو كده نمتعامدين والتصارع ديالي أنا هو المجموع ديال الشوش هذا هو A بحيث أن هذا أغلنا سيقوم بحيث هو AT زائد H AN وهذا قطي كندلو لها واحد U هنا واحد المتجيه بحيث أنه I هنا كندل في H N هذا كنتسمى أساس فيريني تكون في G هنا U هنا N يعني وقت ما عندكم حركة منحنية أساس أساس فريني وفاجبين في حكومات شي مني غاد نديره مثلا دوران أو مني غاد نديره في أكواكب الأقمر الصناعية ديالي أخدمين بأش بأساس فريني أو مني غاد نديره قديفة ديال واحد شوحنا في مجال مغناطيسي منتظم هذا كل شيء نعمل بأس طريقة بحيث أن هذا تعريف هذا A2T يجب عليها المشتقة D2V على D2T مع U هذا ديما ممسي وهذه يجب عليها V أقاري على غو إذا أقول لكم غو يجب عليها هذا غو أكتب عليكم كل شيء هنا هذا A2T يجب عليها التصارع أو التصارع المماسي ثم هنا A2T يجب عليها التصارع المنظمي ثم غو يجب عليها شعاع الإنحناء شعاع الإنحناء ديال المصر متعدد هو بحيث يجب علينا دائرة وهذا يجب عليك هذا يجب عليك مهم لكم في الدروس من بعد A2T زائد A2T عندما يجب عليها حركة منحنية يجب عليها التصارع يجب عليها يجب عليها متجهة الموضع OJ فيها X Y Z السرعة المشتقة ثم التصارع المشتقة السرعة و التصارع في جوجي يجب عليها يجب عليها حركة منحنية يجب عليها أساس فريني قوانين أشف نيوتون قوانين نيوتون يجب علينا ثلاثة قوانين نيوتون قوانين نيوتون فيها قوانين القانون الأول أخذناه بيفسانك يام أو سيز يام كيتسمى مبدأ القصر قانون الأول قانون الأول هو كيتسمى مبدأ القصر مبدأ أول مبدأ القصر يعني ما يعني هو أن مجموعة القوى تتسولي متجهة منعديمة هنا كنت تدرك هذا الشيء في حالة توازن الجسم خادع القواتين و ثلاث قبائي الأخرى كدوم جمع القوى كي يصبحوا متجهة منعديمة يجب أن يخذناه في حالة توازن تسعين من هذا الحالة توازن الناس هذا الاسف في التيم لا يخذ موبيل الناس اللي سيخذ موبيل الناس اللي سيخذ موبيل في النواس الأفقي هذا النواس المارين في حالة افقية حالة رأسية و حالة مائلة تسعيننا هذا ما يشتعطيه بزيزة للوقت و إنما سكم تعرفوه ثم القانون الثاني هذا هو المهم القانون الثاني هي اللي تسمى العلاقة الأساسية للديناميك العلاقة الأساسية للديناميك الديناميك أولا للتحريك تسمى الديناميك لدي لكم علامة هنا أي حاجات لكم فيها علامة عرفة مهمة ماذا يعني لدي هذا الشي بأن تقول لك بأن مجموع القوى نكتب لكم من نفس اللون ديال العلاقات هو مجموع القوى الخارجية تسمى لديها تسمى لديها مجموع القوى اللي ياخد عليه واحد الاسم في حركة إزاحة أو حركة منحنية تسمى لك وتلها ديالو في التصارع تفهمنا؟ في التصارع هذه علاقة مهمة نحن نخدم بها في جميع اللي يبقى في الميكانيك ديال ما تدل حسبها قانون ثاني لنيوتون ولا هم تقول لك او ديب تصبيقك لقانون ثاني نيوتون ديالي ديال ما نخدم بها تل أخر بسيطنا في الدوران عنده علاقة ديالو في بحدها تسمى العلاقة الاساسية التي هي اللي يتحرك في الدوران تنجمع ديال العزوم تسوي بعض العلاقة ديبات عرفوها الشي من بعيد ثم القانون الثالث القانون الثالث الناس داري سبيتي ما عنده الناس داري سبيتي وخاصة في الكواكب يكون عندي التجادب الكوني اشتغل ليه قانون الثالث ديال نيوتون كي تسمى مبدأ التأثيرات البينية مبدأ التأثيرات التأثيرات البينية يعني اش يكون عندي هنا واحد يسم ا ا و هنا واحد يسم اش بي يقول لك بان هاد ا تتبق واحد القوة على ب و بي التأثيرات يتبق نفس القوة على ا وفي التأثيرات وفي التأثيرات يتبق نفس القوة على ب وفي التأثيرات يتبق نفس القوة على ب وفي التأثيرات يتبق نفس القوة على ا وفي التأثيرات وفي التأثيرات وفي التأثيرات بي التأثيرات وفي التأثيرات جديد وي أوbec سوف نقوم بأن هذا A2J تساوليه تابيطه إما يكون تساولي 0 إما يكون تساوليه تابيطه إلا كانت تساولي 0 يعني أنه H يعني أن فيديو الجي تساوليه H تابيطه حين دقلنا التصارع والمشتقة ديال فيديو الجي وإلا كانت تسرعه تابيطه ما يعني لكم ذلك شيء ما هي طبيعة الحركة؟ هنا سوف نقوم بإطلاق التصارع أو نقوم بإطلاق التصارع وطبيعة الحركة التصارع وطبيعة الحركة لذلك قلنا هنا إلا كانت تابيطه ما هي طبيعة الحركة؟ تتعرفون بأنها حركة مستقيمة منتظمة والتصارع إلا كانت تابيط تنقل بأنها حركة مستقيمة متغيرة بانتظام صافي؟ هذه الجي تقلع أقصتكم تقلع ليهم دابا كل واحدة عند المعادلة الزمنية ديالها كل واحدة عند المعادلة الزمنية هذه عند المعادلة V دوت T عند المعادلة X دوت T كل واحدة عند المعادلة الزمنية هذه عندها V دوت T مع X دوت T كل واحدة عند المعادلة الزمنية لحالة الأولى هي لك عندي التصارع تيسوي أش زرو نبدو بالتصارع تيسوي ليا زرو قلناش كي يعني هاتش بأن التصارع أش كيسوي ليا D دوت V على ديت T هاتش يكافي أن V دوت J كي تسوي ليا H تابيطة ونعلم أن V دوت J كي يسوي هو دي دوت X على هاتش على ديت T يكافي أن دي دوت X كنا هو هي V دوت J في هاتش في ديت T هاتش يكون تابيط دوقنا يعني هاتش دوت التكامل في الرياضيات بنقلبنا على X هاتش ما هو إلا تكامل دي ال H دي دوت X دونك اللي هو التكامل دي ال V دوت J فوا H D دوت T وفي الأخير علي تلقاه في التكامل بأن X تيسوي ليا V ج T زائد 1 H نسمحنا واحد تابيطة C هاتش تابيطة باش كنش بداش صورة البدئية دون نقول عند اللحظة تي زرو لدينا أن X تيسوي ليا 1 H X 0 وغادي نعوضوا وغادي نلقى بأن C و X 0 إذن يولا لا X عند التكامل و X 0 عوضنا هنا في 0 مش هاتشي في حالة نلقاوا السيادي إذن تنلقى بأن X دوت T هي V T زائد H X 0 يعو هذه ضرورة تعقلوا عليها في حالة H A تيسوي ليا 0 ثم إذا لدينا A 2 G تيسوي ليا 1 H 1 T في هذه الحالة قلنا لدي ليس لحوجات بأن A 2 G تيسوي D 2 V على D T فهذه الحالة تنلقوا بأن D 2 V تتسوي A D T بنفس الطريقة إلا بغينا V كندل التكامل D 2 V تنلقوا A D 2 T أطبا Low كندل التكامل أطبا ونلقوا بحالة . 1 T ثم US V 0 المعادل الولاية وعندي الحالة التانية بأن هي دي دو إكس على دي تي بأن دي دو إكس تيساولي في نعود في باتش هي زائد كل شي في دي دو إكس هو الضل الأصلية دي دو إكس هو الضل الأصلية دي أ building زائد دي دو إت ضل الأصل دي دو إت وغيرتلقاوها هاد العلاقة هي 1 على إتنان أ تي أو كاري زائد 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 إكس زائد إلا حسب شسوط البدئية الي عندكم تمام هو يوار دربال Belasti الضائمان لي عندكم تغير دلت الصرعة بدلت الزمن عبارة عن دلتالفية تقول لكم ما هي طبيعة الحركة بس كنت تقول بأنها حركة كديرة مستقيمة متغيرة بانتظام حالماك اهو اللي اعطاكم هنا يفي بدلت تكون طالع ولا نازل ولا شي حاجة بحالماك اهنا رأنتكم هذه المعادلة التالفية صافي و اللي اعطاكم اكس رأنتكم معادلة الزمن دل اش دل حركة منتظمة هذا قلنا عندي حركة مستقيمة منتظمة وهذا ردي الحركة مستقيمة متغيرة بانتظام صافي يالله نميشي اقلو عليه مزيان وحاول الدفتور وحاول دلو برهان دل هاد القواعد خوصا نزيل البيسي بعدها وصيون سمات البرهان دلهم بشيطوه مزيان وغادي انتبه ان شاء الله في هات قوانين نيوتون يالله ليس الامر سلام عليكم